من التسعة وتسعين سجل حافل بالشبهات الأحكام القضائية والفساد العابر للحدود لألخياط مؤسسي مفهوم الاستقصاء بخدمة الفساد بلبنان لكشفناه عن شركة ألخياط MEP من ابتزاز المواطن اللبناني بالضو لهو أول مرة منكشفه على الام تي في بل حكينا فيه من سنوات وربحنا قرار قضائي بصحة ما نشرناه عنهم ولهو أول فساد مهني بتمارسه عصابة الأعلام الابتزازة 1999 حكم قضائي بحق شركة تعليم الإنجليزي للعالم العربي تحت إدارة تحسين خياط بسبب مخالفات قانونية وعدم اتباع الأصول الحسابية وتحويل أرباح الشركة الخاصة لحسابه الخاص هي المرة الأولى التي بدأ فيها الفساد من الخارج إلى الداخل اليوم دي أعرف أنا الخياط شو بيشتغلوا؟ هل بيشتغلوا بالنفط؟ هل بيشتغلوا بالتأمين؟ هل بيشتغلوا بالطباعة والتربية؟ هل بيشتغلوا بالإعلام؟ لأنه إذا بدي أهد عدلك شركة أرض الوطن بالعراق اللي هي صدر بحق كريم خياط مذكر التوقيف شركة أرض الوطن تأمين استشفائي لموظفي وزارة التربية ورشاوة بقيمة 34 مليون دولار ما قدروا ليقولون ورقة بالعراق طلعوا بحقه هذه المذكرة عمل اختلاصات بوزارة التربية عبر دار جارنات وتم اعتقال وزير التربية لأنه في مناهج اللغة الإنجليزية اللي نعطت له بتقريبا 10 مليون دولار صار فيها كمان تحقيق الحملة إعلامية عملت بال2016 لمنع كريم خياط يدخل العراق لأنه عم يعمل عقود مشبوهة بالكهرباء بالدفاع وبالتربية تعددت المهارات والفساد واحد ببلد طبيعي من طالب بفصل السلطات أما بعد نموذج قناة الجديد صار لازم نطالب بفصل سلطة الإعلام عن عقد أصحابه لصفقات مع الدولة وتوقيع عقود حتى لوثائق باناما ووثائق باندورا اتنينتهم فيهم الخياط يعني ملمعين الشاشة أنه عندهم تسع شركات بأمكنة جنات ضريبية وخمسة بباناما أربعة بيوكاي وعندهم شركة كمان طعنة بالإيفنت حتى نيو تيفي مسجلة بقلب من الأشخاص اللي هني مساهمين فيها يطرح الأسئلة أنه في شركات مساهمة هي شركات أوفشور بمكان جنات ضريبية مثل Graphic Systems, Xenom Ltd, Summer Fleet Holding وكمان في تقرير عراقية نشرتها جريدة السايمر الإخبارية عن صفقات صراحة تدخل بإطار شوي مشبوه على مستوى بموضوع سلاح وغير سلاح فأنا ما بدي بنيها لأنه هيدا تقرير عراقي إعلامي التحقيق بلش بـ MAP فهل حيمتد ليطال كل ملفات الخياط أو على الأقل لوضع فيتو على تقديم على مناقصات عمومية؟ ترجمة نانسي قنقر